السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي طريقة الامتحان الشفوي مادة اللغة العربية للصف الثاني متوسط نعلمكم على طريقة الامتحان الشفوي مادة اللغة العربية الثاني متوسط تقولكم هي المطالعة والنصوص طلعوني صفحة 6 تقرون كم سطر قراية مو قراية عادية لا قراية هي والحركات يعني قلوا أوحينا إلى أم موسى أرضعيه فإذا خفت يعني هي والحركات عليه فألقيه المهم هي والحركات وتسألكم ايش يسموها اعراب فهذا الاعراب من تاخذونه من قواعد يعني أنتم هم تقرون مادة القواعد اللي مادة نصف السنة تقرون القواعد أو تقرون الاعراب وحتى التمارين هم من تقاري للمتحان التحريري نصف السنة وهم قاري للشفوي تقول لك مثلا الشي ساموها القواعد مالتكم الفرعية والعلامات العراب الأصلية والفرعية تقول لك مثلا يا هايا علامة هاي أصلي له فرعي انت مثلا قاري شن العلامات العرابية الأصلية الضمة الفتحة الكسرة السكون أما الفرعية الواو والألف يعني شي هاي ماماتي أو الاملاء هم مادة تقرونه الهمزة على الألف على الواو على اليا وتقرون القصائد الحفظ فقط الحفظ الشرح للشرح ما تقروها قصائد للحفظ تقروها والقواعد وقراية وعراب هذا الامتحان يشوفوا إن شاء الله التوفيق